موسيقى روت لجدتي قصة قديمة تتحدث عن ثعلب شره اسمه ثعلوب يحب الأكل كثيرا وكان يرغب دوما في أن يأكل أكثر من أي مخلوق في العالم كان ثعلوب كلما انتهى من التهام فريسة اصطادها بدأ بالبحث عن فريسة أخرى تكون غذاء له في وجبة أخرى سمع ثعلوب مرة أن الدجاج المطبوخ طيب ولذيب فخطر بباله أن يبحث عن دجاجة سمينة يطبخها ويأكلها راح ثعلوب يتنقل في الغابة من مكان إلى آخر حتى حظي بدجاشد بيضاء لحق بها إلى بيتها وقبل أن يمسك بها توقف وحدث نفسه قائلا إن هذه الدجاجة صغيرة جدا ونحيلة وهي لا تسمن ولا تشبع فكر ثعلوب بطريقة يجعل من الدجاجة دجاجة ثمينة مغتنزة لحب وتكون مناسبة لطبخته الشهية المنضرة رقد ثعلوب إلى مضخه وبدأ يطبخ أول شيء فعله ثعلوب أنه صنع كعكة شهية من الطحين والزبدة والقمح خبزها وحملها ووضعها عند باب بيت الدجاجة وهو يقول كولي أياتها الدجاجة كولي كي تصبح حلوة وسمينة من أجل طبخة الشهية في الليلة الثانية صنع ثعلوب خمسين فطيرة مغطاة بالجبن ومقلية بالسم حملها ووضعها عند بيت باب الدجاجة البيضاء وهو يقول كوني جيدا يا دجاجة الحلوة كوني جميلة وسمينة من أجل طبخة الشهية وفي الليلة الثالثة صنع ثعلوب كعكة لذيذة مغطاة بالكريمة والعسل حمالها ووضعها عند باب بيت الدجاجة البيضاء وهو يقول كوني جيدا يا دجاجة الحلوة كوني لطيفة وسمينة من أجل طبخة الشهية وفي الليلة الرابعة كان كل شيء قد أنجز كاملا والليلة هي الموعد الذي ينتظره ثعلوب لقد بدأ يحضر كل شيء الوعاء الكبير ملأه بالماء ووضعه على النار لأجل طبخته المنتظرة وخرج فارحا لإحضار دجاجته الميضاء بينما كان ثعلوب في الطريق راح يحدث نفسه ويقول لابد أن تلك الدجاجة قد أصبحت سمينة جدا ومناسبة لطبخة الشهية عندما وصل ثعلوب فتح الباب بسرعة وفجأة صرخت الدجاجة مذعورة وقالت باك هذا أنت يا سيد ثعلوب هيا تعالوا يا صغاري وانظروا إن الكعكة والفطائر الرائعة لم تكن إلا هدية من عمكم ثعلوب باك 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 هنا بدأت صغار الدجاجة تقفز وتصوصب على كتف ثعلوب وتقبله كأنها تقول له شكرا شكرا لك يا عم ثعلوب في الحقيقة أنت طباخ ماهر شكرا لك لأنك أسعدت صغاري وأفرحتهم بهداياك اللطيفة قالت الدجاجة الميضاء شعر الثعلب بالفخر وخرج من بيت الدجاجة وهو يقول في نفسه لقد كنت بعمل عظيم لم أقصد أن أقوم به إطلاقاً ما رأيكم يا أصدقائي بهذه القصة؟ أمدوا الإعجاب بالفيديو وشاركوه مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة كي تصلكم كل القصص مع السلامة اشتركوا في القناة